السلام عليكم و مرحبا بكم في عنات طبخ الليلة ان شاء الله في هذا الفيديو هدا غادي يكون فيديو تعاوني بيني و بالأخت فدوى من عنات شهيوات كوزينتنا. كانتمنى انكم تزوروا عنات ديلها وتعرفوا عليها. وبالنسبة لي انا غادي نقدم لكم حلوة ديل الفرماج. كانتمنى تنا الاعجاب كم هي كتجيل ديدة بزاف و هشة و كتدوف الفم و كانتمنى اننا تنا الاعجاب كم بلما نطول عليكم نخليكم على الفيديو. سلام عليكم و مرحبا بكم شهيوات كوزينتنا. الفيديو دي اليوم ان شاء الله سيكونوا اعمال مشترك مع صديقتي ليلى من قناة الطبخ ليلى اللغنية عن كل تعريف. من بعد ما تشوفوا الوصفة اللي مقترحة اليوم. لا تنسوش انكم تزوروا قناتي باش تعرفوا الى الحلوة اللي غادي نشارك معكم. اللي هي حلوة بسيطة بدون فرن. نتمنى انها تنال اعجابكم. لا تنسوش انكم تشاركوا معي في القناة. مرحبا بكم في عالم المتوادع و شركوا مبروكة. نحتاج ان شاء الله في هذه الحلوة. لدي هنا 125 غرام زبدة. تكون بحرارة المطبخ. نصف كس دي الزيت كس صغير. و نصف كس دي السكر غلاسي. لدي ثلاثة الفرماجات مثل ثلاثين. مع الأصغيرة الخميرة الحلوة. وضع على حسب الخالط. ثلاثة الفرماجات. سوف نضع 125 غرام زبدة. تكون بحرارة المطبخ. و نضع الزبدة للعباء. ثلاثة الفرماجات. سوف نضع الزيت كس دي الزيت. و نضع الزيت كس دي الزيت. صغير أقصد. تقريباً 1 ميلي لتر. و نضع الزيت كس دي الزيت. نضع الزيت كس تصغير. نضع الزيت كس حسنا. تعمل الزيت كس دي الزيت كس دي الزيت. سوف نضيف ملعقة صغيرة الخاميرات الحلوة سوف نضيف ملعقة صغيرة سوف نضيف ملعقة صغيرة سوف نضيف ملعقة صغيرة سوف نضيف ملعقة صغيرة يجب أن نقوم بتجمع هذه الاشياء يجب أن نقوم بتجمع هذه الشكل ثم نأخذ العجينة نشكلها على حجم الحجم بشكل دائري هذا هو الحجم بعد ذلك نأخذ العجينة سوف نأخذ العجينة سوف نأخذ العجينة سوف نأخذ العجينة وضع العجينة ونضح الفران سوف نضح الفران سخون من قبل درجة الحرارة 180 درجة يعني متوسطة حتى كالطيب لا تأخذ العجينة بعيدا بعد ذلك نأخذ العجينة سوف نأخذ العجينة سوف نضع العجينة ونضع العجينة باستخدام العجينة اضافة كبيرة اضافة كبيرة يجب ان يكون ملعباً هذه الحلوة من بعد أن تكون ملعباً يجب ان يكون ملعباً اضغطوا على الجرس ونطلعوا بفوصفه جديد